ذاك اليوم من الأيام لأمشي بالشارع فشافني سائق انت عايش بعمان عايش بعمان فشافني سائق اشتغل أخطى العراق فقال لي مع الأسف انه انت تنتقص من هيبة رئيس وزرائك ماكو واحد ينتقص من هيبة حكومتين انت نزلت راسنا بين الدول فاني انه شو المنطقة اللي ممكن احكيويا بهذا الرد انا اعرف كل زي ان هذا الشخص هو مغسول اعلاميا من قبل الجهات الاعلامية الموجودة تابع للجهات سياسية فما اقدر احكي فاللي سويته قلت له انه حقك واني آسف واني اعتذر بعد ما سويه بس خلص اللي دا يروح يعني فالانتقادات تتعرض لها مثلا اسموا وقع التواصل الاجتماعي بصورة مباشرة تجي نهوان انتقادات ومرات بطريقة غير مباشرة من خلال التهديد انه ياما تبطل تحت شعل هاي الشخصية ياما تعرض لها كذا وكذا تهديد؟ اي تهديد ما معنى التهديد بهذه الحالة؟ يعني توصل لدرجة انه بالفترة الاخيرة قام بتجي نتهديد قتل تهديد قتل؟ بسبب سخرتك من بعض السياسيين ومن قبل مين او بيحكوا كيف بيحكوا كعالتاليفون غالبها تكون عن طريق ايميالات او رسائل او يعني بتليفونات بشكل مباشر صل لك تهديد سنفتع رأسك وتهديدات بالموت والقتل ألم تتخوف شو التدابير اللي بتخدها شو بتعمل بيك حالي؟ كيف تتعامل مع هذي التهديدات؟ صراحة أبحك ويأكل تهديد يعني لا هو الموضوع ما التهديدات صار طبيعي بالعكس أصلا أنا إذا فترة تجي بدون تهديدات أكو خلل أكو مشكلة بالبرنامج يدين البرنامج بيحدي دور صحيح لأنه اللي يتأذي يهدد أنا هذا أؤمن بي فبالتالي دعا أقول لك أنه الموضوع صار كلش طبيعي أدنى بس ألا تتخوف على عيلتك على عردي أنا أصلا فاقد خمسة من عائلتي والمقربين وأصدقائي علي إيه داعش فأخاف على شنو بعد أنا تصوبت بانفجار من قبل أحد انتحاريه داعش وأبوي انخطف من قبل داعش عمي قتل من قبل داعش بين عمي وهكذا يعني هواي عندي سلسلة بين العائلة بالتالي إحنا خلي نقول مسألتي وداعش مو شخصية خلي نسميها بس خلي نسميها أنه أنا حالي حال هواي عراقيين فقدوا أحباهم على عيدي داعش فهذا هو أقل شيء نقدر نسوي لهم حكيت عن أنه فأدت أنت من خلال من عائلتك أشخاص نتيجة داعش وأيضا نتيجة النزعة الطائفية الموجودة في العراق عدي بتلاقيه كمان ما تفعله نوع من العلاج ربما لنفسك أوكي هو تقريبا هواي وما راح يقول لي هايش أنا اعتبر رأيي أنه جزء من سياسة خلي نسميها رد العنف الطريقة لدي نستخدمها أنا بالنسبة لي أعتبر أحسن طريقة للبيباك للانتقام خلي نسميها ويش لأنه داعش والميليشيات كلش أذوني أنا شخصيا وأذوني المقربين لي فبالتالي هالأطراف المسلحة لازم تطلع لكن شلون تطلع من خارج العراق شلون أغير تفكير الشباب أنه ما ينضمون لهذه الأطراف أعتقد هو هذا الانتصار حقيقي أنا بالنسبة لي أنه لما تجي علي تقول لي أنه تشيل اسلاحك وتقاتل داعش لو تغير فكر شباب ما ينضمون لداعش أقولك لا أغير فكر شباب ما ينضمون لداعش هذا أهم عندي لأنه الإسلاح ممكن أنه يروح واحد يجي عشرة يروح عشرة يجي عشرة وهكذا فالموضوع قد جدا مهم أنه عني حرب هذا الموضوع بالابتسامة طبعا يعني خلال التحضير أيضا للحلقة شاهدت لإلك حوار عملته أنت بتيدكس تيدكس بخداد ما كنت فيك تكون شخصيا أنه مكان مصور وبقلبي أنا بيقيله تأثير وقلت لما شوفك حابب أسألك عنه لأنه أعرف لما شاب بعمرك يمرق بهذه السعوبات على الرغم بيعرفوا الأشخاص بواجه يضحك بواجه يسخر بس كيف حالته خلينا نشوف هيدا المشهد ونتابع بيوم اعتيادي من شهر أربعة راجع من كلية البيت بالطريق خبرني جيراننا قوي يحطي قال لي توين تطلب الطريق قال لي تعالي بسرعة شكوا قال لي تعال أخوك الصوب أبو سامر قبل شهرين أخويا الصوب صغير لمثاب جداي كان بمدرسة أعرفه أوكي قديمت قال لي لا أموز صغير واسطاني وساد أبو جي بالطريق دي أحسب ميت حساب وحساب شكوش صار أخويا الصغير وقعت قذيفة هون على مدرسة قبل شهرين وطلع سلامات شبيه أبو سامر شتي مسلت زين أهلي ليش مردون على التليفون وصلت الشارعنا قوات أمنية ترسل الشارع نزلت أيدي على قلبي مشيت سيرت واحد من الجنود مشيكوا ببيتنا والشباب ليش هاللمة ليشو هذا بيتكم أي ماكوش يروح التشوف من بعد خمسين متر أسمع جوارينا يبتشون أسمع صوت أبويا ديق هد أي صوته طبيت البيت لقيته قاعد قدت شمال حديقة واحد وعشرين سنة كان عمري أول مرة أشوف أبويا أبويا وبالطرمى مالتنا أكو بقايا إنسان أحد يفهمني الخاطر على الله شكو أبويا أحيش حتايا واحدة لما ينابع اللاقي أخويا الوسطاني 15 سنة أثناء من دق الباب عينة رادي أشوف منه وقعت قذفت هون عالطرمى أخويا راح لا حد يشاقوا يا أشكوا لا صدق والله نقب بيجيش سحبنا على صفحة صغر سبع أقول الحمد لله على كل شيء وروح أقفوا يا أبوك وهمحنا أبوك أحتاجك عدت شاءت من الشيعة تضرب منطقتنا هونات عشوائي لأسبابكم يا أبوك شلي غير بحياتك حياتي اللحظة اللي أنت وصفتها بهذه اللحظة بالألفين وستة هذه اللحظة خلتني صراحة ببقيتها خلتني أصير جبان خلتني أهرب من الواقع اللي أنا بي مجرد أنه بس ما ريد أعرف اش صار أو ما ريد أتذكر اش صار لأنه الموضوع كل شيء مؤذي أنه أنت تخسر شقيقك وهو بعد 14 سنة 15 سنة كان كل شيء مؤذي بالنسبة لي بهذه اللحظة هربت واتجهت الغير محافظة وأشي تضليت تقريبا مثل تركت الجامعة تركت الجامعة أكثر من سنتين أنا قاعد ببيت ما أتحرك ما أطلع ما أجي شلي غيرته فيك شلي حصل لهالأبدي يعني طبعا وفاة خيك بس شلي حسيتو شلي شو الفرق المرحلي لمرأت فيها شو الفترة لمرأت فيها قلت لك هاد المرحلة كانت عبارة عن مرحلة جدا يعني مؤذية فقط أنه أنا شنت متأذي وكش ما قدر ساوته شلي أعذيك أكتر شيء اللي أعذاني أنه الطفل يقتل بهذه الطريقة يعني وهو أخوي فإش قد أكو مثله عندين قتلون يوميا كانوا ببغداد بالألفين وستة كان نحكي على يوميا ستين سمئين جثة يوميا عدل لي ميلقون جثث مؤنسهم بلحظتها من حملت المسؤولية أو شو فكرت موضوع الطائفية الموجود الحرب الطائفية الموجودة في بغداد شو فكرت؟ بلحظتها بهذا اليوم كل اللي رتعاني بشخصيا أنه أحاول أطلع من الجو اللي موجود بعدين لما ابتعجز شوي عن الجو وراء تقريبا ستة شهر قاعدت أفكر حملت الحكومة المسؤولية بالدرجة الأساس السياسيين اللي صنعوا الطائفية بيناتنا بعض السياسيين رجال الدين للأسف اللي تخذوا من الناس وسيلة اللي حربهم الشخصية وبعدين هم بيناتهم كل شي ما كو وأيضا حملت الموضوع اللي إحنا اللي مشينا وراء هؤلاء وصرنا أنه إحنا نقتل بعضنا على مو ديرضون هؤلاء السياسيين ورجال الدين بعدين هذه المرحلة كانت يطلق جدا كلاسيكية وجدا هو عبارة عن شخص جبان يريد يهرب من الواقع اللي هو به ويريد يطلع من الحقيقة بس الهروب من الواقع وتكون بلحزتها جبان هذا ما بيعني أنه أنت حليت المشكلة بالضبط هو هذا الدحج إنه هناك شي ما سويتان عبارة عن قلت لك بس فقط أنه ربط هنا صارت المشكلة أنا ركضت من التجاه المعاكس حتى أطلع من هذه المشكلة فقط هل حليت مع مرور السنين هل صارحت مع نفسك هل صارت شغلة لخ خلتني أنه أتجاه 2011 فقدت سبع من أصدقائي بتفجير واحد عن الشيء موجود خلال تخطيتك لحفل شعر بالضبط مهرجان شعري والغريبة أنه كان مهرجان الشعري بناسبة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان مهرجان شعري وكذا والانتحاري اللي صيح الله أكبر كان دا يدخل على مهرجان شعر نبوي الله أكبر وهذول يصيحون الله أكبر فأكو شي كلش غريب كان بيوم هذه هنا أنا أنا صفنت أنه أنا لو ميت كان شنو لازم أسوي هسا خلاص عاد لازم أسوي شي فمن أنا بلشت أنه أنا لازم أطلع من العراق حتى أقدر أسوي شي إذا بقيت في عراق ما أقدر أسوي شي مع الأسف هي هاي الحقيقة أنه أنت داخل عراق دائما خلق بلشت ببشت بالضبط لا بلشت بغير فرامج طيب بتضحك كتير بتسخر كتير عمت بتبكي قليل أبكي فراحة لأنه ما بدك تبكي ولا لأنه ما فيك تبكي لأنه يعني خلص خلص هذا خلص البشي بيشينا هواي كلش بيشيت هواي يعني بحياتي فمريد أبكي بعد خلص فليهذا أريد أنقل هذي التجربة أنه مو بس آني كل الناس خلص خلص خلنضحك كافيا فدعم بس بس فيك بلحظتها بيكون الضحك بيخفي البكة ولا فعلا ضحك لا لا فعلا الضحك يكون أو يكون بس بالواجهة يكون ضحك بس بدي يكتل البشي يعني هو هذا الضحك بدي ساهم بدور أو بآخر أنه بدي يطلع البشي من عدك ويخفي فهو هذا اللي يريد أن وصل للناس إنه كافي خلنه بحك هل بتحسر عندك مسؤولية تجاه الشباب العراقي تجربتك الشخصية بتحكي عنها بكل صراحة حزنك مشاعرك وين بتشوف ليوم مسؤوليتك تجاه الشباب العراقي أو هل بتشوفه مسؤولية أغلب الشباب العراقي اللي تفاعلوا هواي تفاعلوا من الشباب وهذا الموضوع وسمعت هواي قصص إنه إحنا نتعرضنا لنفس الشي بالضبط مع اختلاف الأشخاص ولكن نفس التفاصيل ونفس الأحداث وأنا يعرف أنه أكو آلاف العراقيين تعرضوا لنفس هذه القصة ماكو فرق بينه بينهم أنا أعتقد أنه نعدي مسؤولية تجاه الشباب أنه بس أشوفهم الحقيقة حتى من يكونون مصوتين يروحون بالصندوق الانتخابات يتخبون صح ولما تجي عليهم جهة تعرض عليهم أنه يكونون طرف في نزاع مسلح وما راح يشير اسلاحا ويطلع هذا اللي أطلب من أنتم